علم زمانه وأمير الأتقياء في وقته العابد الزاهد السخي الشجاع أحد الفقهاء الأعلام هكذا يصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنضلي ولد عام 118 للهجرة أخذ العلم ممن بقي من التابعين وعمل بالتجارة وكان ينفق على إخوانه في الله ويجهزهم للحج ما رأت عيناي مثل أربعة ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري ولا أشد تقشفا من شعبة ولا أعقل من مالك بن أنس ولا أنصح للأمة من عبد الله بن المبارك وقال فيه السفيان الثوري إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل بن المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام دأب ابن المبارك على ملازمة بيته حتى تعجب منه الناس فسئل ألا تستوحش فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أراد ذات عام أن يحج وفيما هو يودع إخوانه وأصحابه رأى امرأة تبحث في القمامة حتى وجدت دجاجة نافقة فأخذتها وانطلقت فتعجب ابن المبارك من فعلها ثم ناداها لينهاها عن أكل الميتة مذكرا بقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فردت أترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شؤون فقال لها ابن المبارك ناشتك بالله أن تخبريني بأمرك فأجابت أما وقد أقسمت علي بالله فلا أخبرنك إن الله قد أحل لنا الميتة وأنا أرملة فقيرة وأم لأربع بنات ولا يوجد من يكفلنا وطرقت أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبا رحيمة فخرجت ألتمس عشاء لبنات اللات احترقنا من الجوع فرزقني الله هذه الميتة أفمجادلني أنت فيها فبكى عبد الله بن المبارك وقال لها خذي هذه الأمانة وأعطاها المال كله الذي كان بحوزته ثم عاد إلى بيته ولازمه طوال فترة الحج يا من تصدق مالا لله تبذله فيه أوجه الخير مال المال نقصان كم ضاعف الله مالا جاد صاحبه إن السخاء بحكم الله رضوان عاد الحجيد وذهب لزيارته في بيته وقال له رحمك الله يا ابن المبارك ما جلسنا مجلسا إلا أعطيتنا مما أعطاك الله من العلم ونرأينا خيرا منك في تعبدك لربك في هذا الحج فتعجب ابن المبارك من قولهم إذ إنه لم يفارق بيته وفي المنام رأى رجلا يشرق النور من وجهه يقول له السلام عليك يا عبدالله ألست تدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله أنا حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة جزاك الله عن أمتي خيرا يا عبدالله ابن المبارك لقد أكرمك الله كما أكرمت أم اليتامة وسترك كما سترت اليتامة اشترك كماgive ى أشترك كما metropolitan اشترك كما关� With Vitin اشترك كما Stockholm